بسم الله الرحمن الرحيم أجازة الإسلام للمسلم الزواج بغير المسلمة الكتابية ولم يجز للمرأة المسلمة الزواج بغير المسلم وضي أضية طبعا بتطرح وبعض الناس يبرر تبريرات معينة وإن البعض يقول لك أودمش من لماذا هنا عدم المساواة بين الرجل والمرأة وطبعا القضية بتطرح من أبواب خطأ وبسمع بعض تبريرات من بعض المشايخ وبعض العلماء مش شايفها وجيهة ومقنعة بمعنى أن البعض بيبرر وطبعا التبرير ده جزء كبير منه صحيح قضية تبرير أني والله سلعلة أني القوامة وإدارة البيت بكل الرجل والمجتمع بواجه عام غربي وعربي وغيره مجتمع ذكوري فيه قضايا الإدارة في إدارة البيت والرعاية والكلام ده وده إلى نسبة كبيرة صحيح في الغرب وغير الغرب ده موجود وإنه ده يأثر على الأولاد وإنه فيه فرق بين أني أنا لما أتجوز مسيحية أو يهودية هنا القوامة عندي في بيتي أنا وبعدين أنا الإسلام بأمرني باحترام الأديان وسب المسيح في الإسلام كسب محمد صلى الله عليه وسلم عليهما جميعا سب عيسى عليه السلام كسب محمد صلى الله عليه وسلم وسب مريم عليه السلام كسب أم النبي صلى الله عليه وسلم هو مدير البيت والزوج اللي عنده أسس ونظم تمنعه من الحيف والظلم وبين لو أنا المسلم أتجوزت غير مسلم النهاردة هتقيه هنسمع هيبقى هو بالنسباله هي بتقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول لعنه الله أو كذاب أستغفر الله يعني فهنا فيه فرق إنما أنا ما عنديش في ديني كمسلم إن أنا أقول أما يجي زكر سيدنا عيسى وسيدنا موسى غير إن أقول صلى الله عليه وسلم وأترضى وأحبى ربما لو عندي ابنة سميه موسى ولو عندي ابنة سميه عيسى فليس عندنا وعندي ابنة سميها مريم ما عندناش هذه المسألة ده المبرر اللي بيسوقه معظم المشايخ وبيمشي أحيانا وقد لا يمشي أحيانا وأنا مش ميال لهذا التبرير بس قد ما هو لا يعني أنا رأيي في مثل هذه الأحكام لا نعلل الأحكام بعلة لم ينص الشرع عليها يعني إيه يعني يا جماعة الشرع قال لي الخنزير حرام ما أقولش والله لعلة إن الخنزير بيصيب الإنسان بالبلادة أو لإنه بيأكل الله يعزكم زبالة طيب هنجيب خنزير بيأكل كافيار مثلاً هياكل أحلى أكل أنضف أكل بقى الخنزير حلال لا فهنا ما نعللش الأحكام بعلة ما نصش عليها النص لما الشرع قال في حكم المسلم يتجاوز أو ما يتجاوز ما ربطش ده بعلة أني والله يصل عشان هو هيحترم دينه ومش هتحترم دينه أو العكس أنا أقصد في النهاية الأحكام بواجهة عام لما نتكلم فيها الأول ندور الشرع قال خلاص سمعنا وقاطعنا الشرع ما قالش خلاص إذن إحنا في هذه الحالة في حل هيبقى درائي فقهي فهنا ده اللي نقصد فيه ومنربطش دايماً الأحكام اللي فيها فرق بين أحكام الرجل وإحكام الوراء بإنه دي مش مساواة لا ما هي مش مساواة لأن الباب هنا مسموش باب العدل وإلا طيب تعال الأخت المسلمة اللي هتقول مثلا ليه ربنا حل ده إحنا بس بنكلم الآن على الرأي الفقهي المعتبر في المسألة أني يجوز للرجل الزواج بالكتابية ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج إلا بالمسلم ده المشهور والأعام ولا للإجماع والنصوص مش هخش في إيه يعني تبررات قد ما أنا هقول خلينا على المستقر طيب وهل ده بقى مسواة ولا ده عدل لا ده عدل حضرتك ليه طيب ما أنا النهاردة عندي أحكام في الرضاع لو أنت زوجتي ورضعت بنت البنت دي بقى تحرم علي ما ينفعش ما ينفعش أتجوزها طيب ما هو شهر اللي رضعت خلاص وبقت متحرمة على أخوكي طيب ما هو ده رجل هو ماله ممشور اللي رضع هل إحنا هجينا هنا قلنا لأ دي مش مسواة المفروض تتحرم على الستات اللي زيتها تبقى أخت بنت الامراتي وأخت لإخواتها البنات لكن انت ذكر ماله وماله لا رضع ولا بيرضع لا أحكام التشريعية ما بتتخدش بالشكل ده طيب ما هو شرع أجاز للزوج للرجل يتجوز أربعة وما أجاز للمرأة تتجوز اتنين يعود البعض يعلي لصل علة اختلاط الأنساب عشان لو نامت مع رجلين هيبقى ابن مين طيب يا عم النهاردة دي إن إيه سهلة هل ده سبب؟ لا تعدد الأزواج للمرأة حرام زينة ده حكم شرع وتعدد الزوجات للرجل حكم شرعي فالقصة مش قصة يا جماعة إن هي راس براس طيب ما عندنا المرأة لما بتحيض لا تقبل صلاة والرجل لما يقع جنوب لو فاته في صلاة يقضي فين المسواة؟ دي مش مسألة مسواة إحنا عملين يا جماعة نقيس ونوازن الشريعة والشرع بما قيسنا إحنا فإحنا بنحاكم الإله بمعايير أو بنحاكم الخالق بمعايير المخلوق مش صح؟ مش المسألة كده وأنا بتكلم لازلت في إطار الثوابت الدينية التي لا خلاف عليها إنما المسائل اللي فيها رأيه اتنين وثلاثة وبتاعة ده ما فيش أزمة اتناقش وخور رأيك زي ما انت عايز ده اسمه فقه مش شريعة الشريعة ده النص الثابت ما فيش في خلاف إنما المتغيرات ده ما فيش أزمة اتكلم زي ما انت عايز فهنا ده نقطة مهمة إني دي مسألة ولذلك تلاقي العلماء والرأي الفقه واحد في قضية إن المرأة تتزوج لا تتزوج بغير المسلم والمسلم يتزوج بغير المسلمة الكتابية طيب ما هو نفس الدائرة الزوج المسلم المسلم يتجوز مين المسيحية واليهودية شرط اللي تكون ايه عفيفة وما تكونش محاربة يعني برضو ما هيش مسألة على البحر طيب حاجة تانية ما هو شرعا في ضوابط يعني ايه يا الناس مش قادرة تستوعب إن الزواج في الإسلام مش عقد مدني اتنين يروحوا معا قال لا ده ربنا سمى ميثاق غليظ شرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال استحلالتم فروجهن بكلمات الله فالمسألة دين جوه الإسلام نفسه أنا كمسلم أتجاوز أي وحدة مسلمة لا لو وحدة زانية القرار الرحل الزاني لا ينكح إلا زانية أنه مش هركة والزانية اللي ينكح إلا زانية أنه مش هركة وحرم ذلك على المؤمنين حرام إننا أتجاوز مسلمة زانية إلا إذا تابت دي قصة تانية فإذن دي مش كلها هو ده عدالة لا مش مسألة هي وده مسوافين المسواف المسوافين المسواف في التشريع لما نبقى في مستوى واحد آه زي شهادة المرأة مش دايما نص ومش دايما ممكن المرأة تبقى شهادتها نصف الرجل ممكن تكون زي الرجل ممكن تكون هي تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة الرجل والمواريث فهنا المسألة اسمها العدالة مش المسواة المسواة لما نسواها نصلي ما فيه الصلاة للراجل الظهر أربع ركعات والمرأة اتنين لا هي أربعة عن أربعة لما نستوي في الحكم لكن لو هي حائض نفساء خلاص معلها الصلاة وتقعد هاني منخدمها ونشيلها على رأسنا من فوق فهنا دي مسألة مهمة للناس للأسف بتفعل أو بتبرر فيها بهذا الشكل أيضا من المسألة المهمة أن التشريع يا جماعة مبني على الابتلاء الاختبار بمعنى أن الشرع مبني على قضية أني افعل ولا تفعل من باب مش ليه ده حرال وده حرام من باب أنه ابتلاء ليك هتفعل ولا لأ بدأ ليه احنا بنيجن صوف رمضان بنمسك عن إيه عن الحلال قبل الحرام أصلا يعني ما جمعش زوج زوجتك زوجتك اللي هي ايه زوجتك طيب ما تشربش ما تكلش اللي هو الشرب حلال بس مدة زمنية اختبار ثم تفطر فده اختبار وابتلاء وده لله أن يختبر العبد وليس للعبد أن يختبر الرب زي ما أحد الناس اللي بيجادة سيدنا عيسى عليه السلام وبيقول له يعني لو أنت مؤمن من ربنا بيحيو نط من على من على الجبل وكان ده الشيطان يعني فقال خسيت للرب أن يختبر العبد وليس للعبد أن يختبر الرب مش إحنا اللي نختبر ربنا وليه ما تعملناش كذا القصة مش كده الأحكام الشرعية آه لكنك أنت تبحث عن أسرارها وحكامها بس في إطار أنك بتنقل الأول لما يثبت عندك ده أمر ربنا فيك لا آه ولا لا طيب ثبت عندنا إذن في هذه الحالة وفي هذه المسألة خلاص سمعنا وقاطعنا حتى لو لم تدرك ودال لآله ربنا في تحويل القبلة فلنولي أنك قبلة ترضاها ليه لأنه كان عايز حاجة تانية بس لما ربنا أمره على عكس اللي هو عايزه امتثل وكان جزاء بمنه امتثل فلنولي أنك قبلة ترضاها خذل وعايزه كذلك هنبص في أحكام الزواج ما احنا قلنا هو ممنوع أنك انت ابتداء المسلم أنت تتزوج غير المسلم طيب لكن لو حصل العكس قضية أخرى مثلا واحدة غير مسلمة وزوج غير مسلم تجوزين وواحدة وهي أسلمت في متسع في الفقه ما قالش ينفصل في رأي بالانفصال في رأي لا تستمر في رأي تتربص به في رأي تعيش معاه لعلى ربنا يهدي لأن في فرق بين أن انت تعمل الحاجة قبل يعني وانت في حالة الإسلام والقبل وبين حاجة لأ اتعامل قبل كده يعني أنت جاي على التشريع بالإسلام مش التشريع جاي عليك جاي للتشريع فأنت مسلم سمعنا وقطع لك أنت حاجة عملتها ساعة الإسلام يبحث لك في هذه الحل أضيط زواج المسلم وغير المسلم طبعا عشان ليس فيها آية محكمة بمعنى آية النهاية في هذا المعنى في إشكال وانهان إلينا كلام الإمام الطهر بن عشون كلام مهم وبيفسر قول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمتوا مؤمنة خيروا من مشركة ولا أعجباتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فهو بيفسر لأن هي الآدل استشهاد يعني ثم الاستثناء جه فقط للرجل بالزواج بالكتاب يعني كان ده حكم عام بتحريم المشركات والمشركين ثم تم الاستثناء بالكتابيات في سورة المائدة وتم الاستثناء في إيه في حل الطعام للرجل والمرأم الكتابية للمسلمين يعني فيه عموم وفيه تخصيص فهو بيقول جملة هنا مهمة بس عشان إيه أنا بكلم في إطار البحث العلمي يقول ونص هذه الآية تحريم تزوج المسلم المرأة المشركة وتحريم تزويج المسلمة الرجل المشرك فهي صريحة في ذلك وأما تزوج المسلم المرأة الكتابية وتزويج المسلم الرجل الكتابي فالآية ساكتة عنه لأن لفظ المشرك لقب لا مفهوم له إلا إذا جرى على موصوف كما سنبينه عند قوله تعالى خير من مشرك وقد أذن القرآن بجواز تزوج المسلم الكتابية في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم في صورة العقود يعني صورة المائدة فلذلك قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم الكتابية دون المشركة والمجوسية وعلى هذا الأئمة الأربعة والأوزعي والثوري فبقي تزويج المسلمة من الكتابي لا نص عليه ومنعه جميع المسلمين إما استنادا منهم إلى الاقتصار في مقام بيان التشريع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من الإجماع وهو أظهر وذهب الطوائف من أهل العلم إلى الاستدلال في قه هذه المسئلة بطريقة أخرى فقالوا أهل الكتاب صاروا مشركين إبقى إذن أهل الكتاب نفسهم محرمين دا بعض أنا نقلت الكلام دا وألوها عن هذا كامل لكن هذا مسلك ضعيف جدا دا التحرير والتنوير الطاري بن عشر الجزء المجلد الثاني صفحة تبتمية وستين في تفسير قولي تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إذن القضية كما رأينا فيها لا يوجد فيها نص قرآني نص في الكتابية في الزواج بالكتابي النص واضح في الشرك يعني طيب إنما فيه السنة وفيه القياس وفيه الإجماع فإذن اللي عايز يبحث أو يدور أو يتكلم أو يناقش والله عندك ابحث في السنة في القياس في الإجماع ومدى وقوع ومدى صحته فإلى هنا هذا هو الثابت عندنا والذي النقاش لم يضر فيه إلى الآن بهذا الشكل مسألة بقى هذا الثابت إحنا بنتعامل عليه إن هذا نص شرعي اختبار من الله عز وجل للإنسان في إفعل ولا تفعل فدي مسألة مهمة إن الناس وهل ده مش كل حاجة فيها المساواة في حاجة اسمها العدل فيها العدالة وكثير من التشريعات مقصود بها الابتلاء والاختبار كما ذكرت للرجل والمرأة بالمناسبة للرجل والمرأة في اختبار في التشريع وفي اختبار أيضا للمرأة كما للرجل في قضايا كثيرة زي ما الرجل ملزم بالنفقة والست لا الست لو عندها ثروة ملايين ما تحطش من ليه محمر في البيت مش واجب عليها لو عملته صدقة لكن الرجل ملزم بالنفقة وإذا ما أنفقش يحلي لها طلب الطلاق الرجل يدفع معه ست ما يدفعش هنقول فين العداف فين المساواة يدفعه البعض ما فيش كلام ده ده ما فيش مسألة مسألة اسمها عدالة التشريع الإسلام الله عز وجل الذي خلقنا يعلم ما يصلح لنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وحتى في الإسلام في تفصيلات في تشريع في فقه الأسرة لها تفاصيل كثيرة الناس لما تقرأ فيها تعلم أن هذا التشريع من عندي الله سبحانه وتعالى هذا بعض ما عندي في هذه المسألة للتوضيح لبعض الناس الذين يسألون فالقصة مش مبنية على تعليلات الناس المعاصرة وإني هنا بيلأ والنهاردة رجل الأوروبي بيتفهم وهيديني حرية إن أنا أربي إيه من زي ما عايزة العلاقة منهاش دي تعليلات عندي مشايخ لم ينص عليها الحكم الشرعي التعليل يكون يا جماعة بما نص عليه النص فالنص ما قالش ده انت بقى حابب تتناقش في فيه نص ولا لأ ثبت ولا لم يثبت القياس قياس مع الفرق ولا قياس صحيح الإجماع إجماع متأقن ولا إجماع سكوتي ولا نوع إيه دي خصة تانية أخرى في البحث العلمي لكن الثابت في هذا الأمر هذه المسألة أنه حكم تشعر فيما أفهم وفيما أرى من هذه النصص والأذلة أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته